مع إياد دهماني فيها المالية العموية وغيره وفيها الإجراءات الجبائية احنا اليوم اخترنا نبدأ ونحكيه على الإجراءات الجبائية اللي هي عندها تأثير على الحياة متاع المواطن بشكل يومي اخترنا أهم الإجراءات فما حاجات تفاصيل طيب يمكن نذكرها بسرعة في الأخر نبدأ وسعى بمثلا مستوى المواد الاستهلاكية نلقاها مثلا فما فصل اللي هو الفصل يحكي على تخفيف جباية مادتي الشاي والقهوة نذكروا ليهما مواد يحتكر الديوان الوطني للتجارة الاستيراد كيف هم كما السكر كما الروز ولكن خلافة للسكر والروز كان ليهما مثلا مع ليهم يتمتعوا ما يسمى بنظام توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة الروز والسكر كانوا القهوة والتي عندهم 19% تيفيار المقترح متاع قانون المالية هو انه باش يتم توقيف العمل بالتيفيار هذه متاع 19% معدها لسفين باش ترخص لا مش مضرورة لا وانا اللي نفهمه هو انه بور ايفي تاي انه الديوان باش يرجع الكيليبر متاعه انه يزيد في الأسعار في بلاست انه يزيد في الأسعار باش تتنحلوا 19% متاع تيفياريك زادة فهمة حاجة ليه تمثل المواطنة لكن مش بشكل غير مباشر اللي هي تخفيف جباية الموظفة على بعض المواد العلافية الموجهة للتغذية الحيوانية يعني نحكيه على مادتين السيلاج والقرط اللي هما ما نعرفهاش صراحة موجودة في القانون مكتوبة كما هي مادة علافية والقرط هل تم الخص المادتين هذوما فقط وإلا المادتين هذوما فقط اشتعرف اسكل الماكلة نتاع الجيج العلفة نتاع الجيج اسكو معهم ولا يزد طب بعض دخلكم عليش تخلوش بيه سلوات الجيج اليوم هذية زادة كيف كيف بش يتم التخفيف معتها التوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة لمادة السيلاج ومنح توقيف العمل على القيمة المضافة زادة الاترياء لمادة القرط معناتها اياد نفع من هذية انه بش ترخص الأعلاف بش ترخص الأعلاف دونك مش بش يزيد السوم ولا بش يرخص معارش انتي ولا أسعار كالأسعار تقعد مستقرة بش يرخص كالأسعار زادت فانه التخفيض في القيمة المضافة موش بش يخرج بش أسوام اللحوم بتزيدش ترتفع دي جه الساعة فما حاجة أخرى موجودة لهي توسيع مجال تطبيق أتاوة الدعم خلي فسروها هذية انه نعرفوا احنا طبق التشريع الجاري به العمل اليوم قبل ما يدخل القانون الجديد فانه المطاعم المصنفة والمقاهي من الصنف الثاني والصنف الثالث وقعات الشاي اليو قبل ما يدخل القانون الجديد يخلصوا واحد بالمئة من رقم المعاملات متاعهم تمشي لصندوق الدعم والملاهي والملاهي الليلية الي ما همش تابعين لوتيل وإلا المؤسسة سياحية يخلصوا ثلاثة بالمئة من رقم المعاملات متاعهم يمشي لصندوق الدعم هذو ما باش يرتفعوا باش يوليو الي كانوا يخلصوا واحد بالمئة باش يوليو يخلصوا ثلاثة بالمئة الي هما المطاعم السياحية والمقاهي وقعات الشاي والملاهي والنوادي الليلية باش يوليو من ثلاثة الى خمسة بالمئة واضحة لنا الفكرة أي الفكرة واضحة ولاستوش زادها ظاهرة زادا جدا هما بيدهم بش زيدوا غاليو في الأسوان. دونك بش يرجعوا هات لاثة من ثلاثة لخمسة ومن واحد لثلاثة هما بيدهم بش زيدوا غاليو في الأسوان. دونك لقهاوي في السالون دوتي بش زيد طاقة زيد طغلة والمأكولات في المطاعم السياحية بش زيد طغلة زادا كيف كيف. هي الفكرة شنوية يقول لك انه النورمال ما الناس اللي يرتادوا الأماكن هرية ما يستحقوش للدعم. ما فهماش عليش صندوق الدعم يمول. دونك عملية استرجاع للدعم. وقت اللي لوجيك ما. أنا بش تمشي باللوجيك فقط معتا كي انتي الدولة تعطيك ضريبة مش انتي تخمم كيفاش بترجحها على حساب المواطن. معتا تعرف الدولة اللي انتي تدخل في فلوس. دونك تخلص عليها ايدا ايد. مش مش لاخر انتي بيدك بش تاخوك الباس اللي عادة تلك الدولة بش تعدها انتي مبعد تمررها للكونسوماتور متاعك. معتا لوجيك ما لو هكا يصير مش مبعد مغاليو فالسوم اه زتني انتي انا نغالي لاخر من غادي. نعم نرمى مولي. هذا جنب. الجانب الثاني هو مسئلة فما التاكس على الاقامة في النزل اللي بش ترتفع الاسعار متاعها او بش نعطيو كيفاش بش توالي خطر الليستة طويلة. النزول السياحية من صنف اثنين نجوم او نزل اقامة والا الاقامات المرحلية ولا الاقامات الريفية ولا الميزان دوت بش يوليو بالنسبة للتونسة واحد دينار على الليلة والنسبة الاجانب اربعة دينارات على الليلة. كل المحلات الاخرى المعدل ايجار في شكل غرف ولا شقق ولا فيلت اين دينار للتونسي واربعة دينارات للاجنبي. نزل سياحي من صنف ثلاثة نجوم بش يوليو زوز دينارات للليلة وثمانية دينارات للاجي خاصة للجانب ونزل سياحي من صنف اربعة وخمسة نجوم. ف긴و بش تكون اه 3 دينارات للتونسي و 12 دينار للأجانب وهذا يصير دون للميت متاع 15 ليلة أكثر من 15 ليلة ما عادش يخلص معتها هذه الزيادة لحظنا لها تشمل الأجانب أكثر مني هي تشمل التونسي معتها تشمل بطريقة أجانب أكثر تقولي أنت عليش قل أنت مواطن تونسي مثلا أنك تمشي اليوم لفرنسا باش تعدي ليلة ولا زوز ليلات ولا ثلاثة ولا في إيطاليا ولا غيره في نزل فإنه هم عاملين تاكس في الليلة ثلاثة ترورو في الليلة أي ما يعادل تقريبا 15 دينار بمعقل 14 دينار حسب تقريب وتقولك أنت عامل لي 14 دينار غادي هني عامل لك أنا 12 دينار ولي كيف كيف وزادة فما توتن دي باع اللي هو يتقعل على أساس أنه فلوس السياحة مشكلها قاعدة تدخل لتونس سئل فصول أنه الدولة تضمن أنه حد أدنى من المدخيل هذا فلوز وموى منطقي معناتها ما نتصورش أنه يثير مشكل معناتها تروها وروه في الليلة بور أن توريس سمحني هي بيدي خلص فيك ينزل بره وليه وصرتوه معناتها يزم النقص وإحنا من الفكرة متاع أنه توريس متاعنا دي ما باد جام دي ما أرخص مفامة هذا بالنسبة لي مسألة منطقية صرتوه نرجعوا الموضوع الدعم أنه الجانبك يجيوا يستهلكوا برشا مكلم دعمك السوالي بات واللخبز وغيرها من المواد هذا نعتبره لوجيكا جديد زادة إحداث معلومة على مشتقات الحليب اللي هي بيشتولي 1.5 دينار بالنسبة للجوتا برابور الكيلو 1.5 دينار على كيلو الجوتا 2 دينار بالنسبة للأجبان المطبوخة والقشدة 3 دينار بالنسبة للأجبان الأخرى والأجبان المبشورة وغيرها باستثناء المطبوخ معتها الجبونات أبار الجبن المطبوخ فإنه بيشكون 3 دينار على كيلو أسوين جبن بيش ترتفع ولا في كل حالات رأي بيش ترتفع ما فيش كلام هنا كي نلقاو أحنا إنه 35% من الإنتاج الوطني متاع مادة لحليب يمشي لإنتاج مشتقات لحليب ذلك ظهر أنه العملية هي للضغط على المصنعين والضغط على السوق ككل بيش ما نلقاوش روحنا في البينيوري كما تبكر طعمناه لإنه لحليب يمشي لمشتقاته ملقاوش دومية كريمية ذلك المضرب الصحة دونك بيش تولي دفع أكثر ما يمكن منه كي بيش الإنتاج متاعنا نحو الحليب بيش نستقاه متوفر وهنا تم استثناء الياغورت من مشتقات الحليب الياغورت موش بيش يكون خاضع للمعلوم هذا حاجة إيجابية التخفيف في جباية العربات والدرجات الكهربائية اللي هاي مفهم مش بيش بيش مثلش خلي نذكروا إنه إلى حدود اليوم قبل ما يدخل القانون جديد حيز النفاذ فإنه السيارات الإبريد اللي عندها زوز محركة عندها محرك حراري ومحرك كهربائي فإنه تتمتع بخمسين بالمئة تخفيض على المعلوم على الاستهلاك الموظف على السيارات ولكن السيارات الكهربائية متخلص حتى شي إلى إنه المعليم الديوانية اللي موظف عليها هي 0% ولكن الجديد هي إنه السيارات الكهربائية اللي كانت خاضعة إلى تيفياء بـ 19% ولا تخاضعة التيفياء بـ 7% الشيء اللي بش يزيد يرخص في سعر السيارة الكهربائية إذا بش يتم استيرادها خليك أنت إياد في التحليل خليك أنت نرجع لك بش نعمل بش نعمل مقارب أنا بش نزيد حاجة أخرى نتصور أنه زادة تستحق أنه نحكي عليها أنه فما المعلوم المخصص لصندوق الانتقال الطاقي هنا نذكروا أنه المعلوم هدايا كان على تذاكر الرحلات الجوية والبحرية كان 20 دينار معناتها هتون استاخر 20 دينار على كل تسكرة متاع الطيارة توابش تولي 40 دينار بالنسبة إلى تذاكر رحلات الجوية والبحرية من صنف الاقتصادي معناتها و60 دينار بالنسبة لرحلات الجوية والبحرية من صنف الدرجة الأولى المعلوم هدايا زادة بش يمس المنتجات متاع المحروقات ولكن رأي بش تكون نسبة ضعيفة مثلا كنا نحكي على فإنه قيمة المعلوم بش تكون مليم واحد للتر الجزوال بش تكون سمحني كانت مليم واحد للتر بش تولي 5 مليمات الجزوال كانت مليم واحد للتر بش تولي 5 مليمات الجزوال 50 كانت 2 مليم للتر بش تولي 10 مليمات والفيول كانت واحد دينار للطن المتري بش تولي 5 دينارات جديد زادة أمين في موضوع الجباية نذكره إنه ما صرتش مراجعة لقاعدة الجباية كسواء الضريبة على الدخل على الأفراد الموظفين وإلا الليسادية وإلا الضريبة على الشركات باستثناء وحيد هو إنه تم إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025 المعلوم هذي بش يكون مطبق على البنوك المؤسسات المالية مؤسسات التأمين وإعادة التأمين والتأمين التكافلي وصندوق المشتركين وذلك خلال سنتي 2024 و2025 وهذا يكون بنسبة 400 من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات شفنا برشا كلام وبرشا بوليميك صارت على أساس إنه البنوك تحقق في أرباح كبيرة والمؤسسات المالية تحقق في أرباح كبيرة في أعوام 24 و25 400 من الأرباح متاع الشركات باش تمشي ضريبة أرباح الشركات هذه المؤسسات المالية والبنوك 4% باش تمشي الميزانية الدولة كمساهمة في ميزانية الدولة هذي على مستوى الجباية الإجراءات الكبيرة فما إجراءات اللي هي التفصيلية مثلا مراجعة الأسعار فيما يتعلق بالإجراءات اللي تتعلق في موضوع النقل مثلا استخراج بيرمي تم الترفيع فيها استخراج رخص التسجيل تسجيل سيارة لعربة أولى ولكن اللي حكينا فيه هو أهم الإجراءات الجبائية اللي موجودة في مشروع قانون المالية العام 2024 بتنرجع للسيارات الكهربائية اللي فهم عدد أربع فقط سيارات كهربائية اليوم تتبيع في الديار في تونس ما فهميش برشا وحتى الشيفر متاحهم يظهلي من باي نجم ويمدون أرقام خاطر تنمو الأرقام منخفضة جدا هنا قريت ترتيق المؤخر أنا يقول إنه في عام 23 المترجع اللي تم تسجيل ذالي 9 أنا شفت رقم نتع 9 معتر رقم مخجل جدا مقارنة بالعالم خديت 200 تا واحدة من الأربعة هذا ما يعنيش فيش نذكر اسم الماركة أنا هاي خديت النسخة الأحسن واللي موجودة هاي بيدا بدت تتبيع في تونس النسخة الأحسن سوم هيكون في حدود 63 ألف فرو منهم شوية عاد مش نبدأ الحساب بتاعنا يبدأ مريقل اللي هاي تولي 53 ألف فرو سوم 53 ألف فرو سوم ما يعادل كنزيد التاكساسيون جديدة اللي بشتنحها من التيف وشوالي تضرب سوم 1.7 1.6 مطي يطلع سوم ما يعادل بالتونسي 192 ألف دينار 192 مليون قدشتت باعة اليوم هي في تونس ما نعاش في الدار 250 مليون هذا اسمه تشجيع أستاذني رو اللي نحكي عليها التيف يعبش تحب 189 السبعة مزيل ما سارتش دوك هذو كنزيد بعد كنزل سوم هانا نحسب ونحنا ما فو 1.23 حاسبين هالحسب لو ايك نعرف خاطر نهار كامل اذاك فاش قاعدين نعمل ها وش نعمل 3.4 1.23 1.23 تطلع 221 ألف دينار 250 ألف دينار تتبيع في تونس اي هاد اسمه تشجيع هاو تشجيع كيفاش مصنعي السيارات زادة يهديكم يصلح رايكم راو المرج متاعكم في سيارة كهربائية اليوم كان الدولة هي مشجعة معتها بش العباد تاخد سيارة كهربائية ما تنجمش انت رك تحسب هالي اليوم زايدة 30 ولا 40 ألف دينار في سومها وانت الدولة تشجع معتها دولة تشجع وانت تفشل يكيفاش معتها 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 مش بيعولك بالسوم هذك انت مش بيعولك بسوم أرخص معتها كان هي سومها 53 ألف هروق من غير تيف معتها انت ركما أخذها أقل من هكاكة أقل من السعر معتها انت كي بتشجع يتبيحها بسومها يحاول انك ما تربحش فيها بريسك حتى شي بش تشجع انا نتصور انه ست بوليتيك كوميرسيال بشتعطي نفس التأثير اللي شفناه قبل كانوا التونسيين في الخارج يستعملوا اللفسيين وبش يجيبوا سيارات أرخص من اللي يتبيع في السركوين متاع الكونسيونير منتصور اليوم التوجه اللي بش يكون عند التونسيين المقيمة في الخارج هو انه بتجيبوا سيارات خطر أولا ما تحتاجش لفسيين بش يجيبوا فمشكل آخر ما انت بش تجيب ماركة متاع سيارات ما نحبش نذكر اسامي ماركت ولا بعد عرفت على الغيار ولا الگارانتي الگارانتي لهنا ساعة سبعين بالمئة من الشركات يقول لك أنت ما شريتهاش من هنا ما عندكش الگارانتي وقت للبرة كتشرها من أي دار البر يقول لك رأو الگارانتي انتغ نسيونال الساعة هذي الأولى الثانية فإنه تضرب الساعة في الديوان الله وعنا مقادش اومولوغاسيون النسخة الأولى اللي انتجب ده براد اومولوغاسيون تستنى الساعة لانتخل اومولوغاسيون تحت 3-4 شهر بش تاخل اومولوغاسيون ساعة انتحها فقط دنك ريال مان الدولة نحسل تعمل في مساعي لتسهيل السيارات الكهربائية لكونسيسيونير في تونس المهمش يعملوا في حتى افر دمية يحبوا يربحوا بالمونتاليتين تاعة الترميك مزلوا يخمون ويعطيه يربحوا مهموش دونك مانش مش نقدموها كايرا بكل هذا رأي من بعض بو 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 واضحة بقى انه الحاجة البيهي انه الدولة قاعدة تاخذ في الاجراءات هذية بيصور احنا يزبنا رولي فار يكون اكبر في علاقة السرطوب بانتاج الكهربائية خطر الكراها بتبشي بتري سيتي تتوى يد عشرة كراها برسولنا لا بنيش نحكي على العشرة كراها بني نحكي على الوبجكتيف بتاعنا إذا نحبوا البلد بحق بشارج بليش فعش تشجيع اكثر من هك بشارج بليش في الاستاسيون بعد اكثر من هك ما عادش فهم نعتبر الدولة عاملة لماكس انتاح قصارة جهدها عاملته باللي تنجم قوليش هكالبرا السوفونسيون بدي ميل ورو وكنز ميل ورو هل ما عانيش الامكانيات بش الدولة ينسوفونسيون دجاكي تنحي لك التفاة تسمى حاجة كبيرة برش إذا اللخص وامين موضوع قانون المالية على المستوى الجبائي ما عدا الضريبة على البنوك الضريبة الاستثنية اللي بش تكون بأربعة بالمئة من الرباح متاعهم البنوك والمؤسسات المالية ما فهمش حاجة اللي تمس الشركات والأشخاص بشكل كبير يسر فما الحاجات اللي تتعلق بالدعم اللي حكين عليهم الترفيع في القاتة وفما مسئلة صندوق الطاقي حكيت اللي تاكس علي بي دافيون فما حكيت المعلوم على مشتقات الحليب اللي هي حاجة جديدة قرسوا مدو ما فماش إجراء ما فماش حاجة جبائية في سكال كبيرة الوقت انتهي نعرف الموضوع مهم برشة بما احنا بش نرجع القانون المالية بش نحكي في قانون المالية مرة أخرى وقعدوا معنا شوية خرجة